في بدايتها الطبيعية لم تكن محملة بالأفكار السياسية والأفكار الأيدولوجية لكن مثل أي لعبة مثل أي منتج يقبل عليه الناس يتم استثماره على المستوى المالي والمستوى السياسي أو الأيدولوجي أو التعبير عن الانقسامات الإثنية في المجتمعات للأسف هذا هو الوجه المظلم للاستثمارات التي تمت من خلال كرة القدم ولكن ربما نتحدث عن هذا الأمر بإسهاب في الحلقة هناك رهانات من ينتصر من الطرف الذي بيده أن يجعل اللعبة نظيفة منزهة عن الغرض ومن بيده أن يستثمر هذه اللعبة من أجل زرع الأحقاد وتعميم الكراهية هذا سؤال مفتوح وأسأله على نفسي وأسأله عليكم أنه من المسؤول من الضابط الذي عليه أن يتحكم في مصار هذه عند السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر